خاليني أأكد معاكم نقطة مهمة جدا عمري عمري ما هقدر أنسى دور جمهور الزمالك اللي بيزين أي استاد هو وزينة كل مباراة جمهور الزمالك فاهم كويس جدا الدعم وده وقت الدعم مفيش غير المسندة علشان الكتيبة اللي اختارها مدربنا تقدر تحقق الحلم حلم الملايين هنا دورك يا جمهور الزمالك وزي ما دايما بنقول الدعم ثم الدعم ثم الدعم عارف ليه بقولك كده علشان ده هو اللي هيجيب اللقب دايما دور الجمهور هو الأكبر والأهم دايما الجمهور هو العامل الأكثر تأثيرا في الفوز ومن أجل الجمهور بتلعب كرة القدم شوفنا مبارح ماتش ريال مدريد وباير ميونيخ على أرض أسبانيا الجمهور مولع الاستاد الريال كان متأخر بهدف على أرضه لغاية الدقيقة 87 الجمهور مبطلش تشجيع وهتاف عارف ليه؟ لأنه واثق إن صوته هيوصل واثق إن صوته هو اللي هيوصل للبطولة وقد إيه كان منظر مؤثر وقد إيه دي تفصيلة مهمة بتوريك إن مفتاح اللقب مش في المستطيل الأخضر على قد ما مفتاح اللقب في المدرجات بجمهور الزمالك اللي هو سيف ودرع بيها المدريد قدر يقلب المباراة لصالحه في ثلاث دقايق بالزبط ثلاث دقايق جابت بطولة بس ده نتاج تشجيع وهتاف متواصل من جمهور لمدة لمدة تصل لتسعين دقيقة وده اللي عندي ثقة تم فيه بتكلم في جمهور الزمالك يقدر يعمل المستحيل يقدر يجيب اللقب واللقب ده هيبقى لقب جمهور الزمالك وانا اقصد واعي تماما ما اقول خلوني اقول لكم ان عندي جرع التفاول كبيرة جدا مش عايز ابالغ في التفاول مش عايز ابالغ في يعني تقولوا ان انا طالع بديكوا كلام تمامية بشرية وطاقة اجابية ولكن متفائل بفريق قوي متفائل بجمهورنا جدا متفائل بمجلس الادارة متفائل بالجهاز الفني متفائل بالجمهور العظيم كل شيء وقبل اي خطوة لازم تبص على التفاصيل في ظل ما الكل بيقولك مستحيل ومش هينفع لو انت مصدق انه هينفع هو فعلا هينفع ولو مصدق في حلمك هتوصله وده حال جمهور الزمالك كل حاجة تقولك صعب ظروف تحديات ولكن بفضل جمهورنا وبفضل تعب وشأة رجالتنا داخل ارض الملعب ودور مجلس الادارة عندنا ثقة كبيرة جدا في المولى عز وجل اشتركوا في القناة